السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج النهاردة هنتكلم على مادة مهمة جدا وهي مادة العمليات الصناعية مادة العمليات الصناعية مهمة بالنسبة لطالب نجارة الأساس أو الصناعات الخشبية بشكل عام من حيث أن هي الأداة أو الرؤية اللي بتخليك بتخلي الطالب عندنا بيشوف كل حاجة بالتفصيل مادة العمليات الصناعية بالنسبة لطلاب الفرقة الثالثة نجارة الأساس بتتكلم عندنا من أول باب العلم القبلة لفك والتركيب وباب الضلف الخشبية والضلف المنزلقة والضلف الزجاجية وباب الأدراج وباب الظهور والأرفف والسغير والكراسي طبعا الباب اللي هنختص بحلقة النهاردة إن شاء الله هيبقى باب الضلف سواء خشبية أو زجاجية أو منزلقة أو تفتح أو تختفي طبعا الباب دو مهم جدا لا يخلو أساس من الضلف طبعا احنا بننبه كل مرة على نقطة مهمة جدا وهي إن أنا عندي مادة الرسم الفني ومادة العمليات الصناعية مادة الرسم الفني ومادة العمليات الصناعية بنقول عليهم المادتين دولة التوقع لإني أنا بأخذ المدرس بشكل كبير جدا الجزء اللي أنا بأدرسه لأبناءنا الطلاب سواء دولة أو أدراج بشكل موسع وببدأ أنفذ الكلام دوت على شكل قطاعات في مادة الرسم الفني فالتنين بيكملوا بعض ولكن مادة العمليات أنا بأدرس فيها أجزاء قطاعات مش قطاع كامل بمعنى يعني لما بأجي أدرس الضلفة ما بأدرس معها ظهر أو كلام ده كله أنا بأخذ جنب بأخذ الضلفة طريقة تحركها تمام؟ أما بالنسبة لمادة الرسم الفني فبأخذ الشكل بتاع القطاع بشكل كبير جدا سواء رأسي أو جانبي أو أفقي طبعا إحنا بندرس بالنسبة لمادة العمليات الصناعية بندرس أشكال القطاعات سواء رأسي أو جانبي أو أفقي بحيث أن إحنا بنوسع مدارك الطالب أنه يتخيل قطعة الأساس على حسب الجزء اللي إحنا هنبدأ نكشفه يعني قطاع رأسي مثلا إحنا بنستخدم ألوان إصطلاحية زي اللون الأصفر أو التحبير باللون الأسود القطاع الجانبي بنستخدم فيه اللون الأزرق وبنلونه باللون الأزرق الخشب والأفقي باللون الأحمر وطبعا ديت ألوان إصطلاحية بشغالة بشكل كبير جدا على العالم إن هي موحدة طيب النهاردة لما نتكلم على الدولف بتاعتنا هنبدأ إن إحنا نشرحها كرسم وأبناءنا الطالب يجهزوا ألم رصاص ومسطرة ومسلس 45 عشان نبدأ ننفذ الشغل بتاع النهاردة هنبدأ النهاردة في ذا باب الدولف جبناها على هيئة سين وجيم بحيث إن الطالب يبقى عارف شكل السؤال اللي بيجيله في الامتحان إزاي هنبدأ في أول سؤال عندنا وهنقول أول سؤال عن الدولف المحورية هنقول أول حاجة بجزء من قطاع أفق تنفيذي وضح بالرسم الآتي طريق التحريك دولف غطسة عن الجنب بالعقب العدل قادي جزء عندنا بتاع الجنب وقادي الضلفة بتاعتنا ده قطاع أفق يا جماعة هيبقى باللون الايه؟ اللون الأحمر طيب تعال نبص واحدة واحدة كده ونشوف المقاسات اللي احنا هنشتغل عليها ايه؟ أول حاجة جنب العلبة ده هيبقى كونتر واحد وتمانية اتنين سنتي اتنين واثنين عشان نسهل على أبنائنا الطلبة بنقول ان احنا هنعمل الجنب دوت اتنين سنتي طيب ودوت يا مصر دوت اتنين ميلي اسمها اشرة اوكومية بعد ما بتاخد الاتين سنتي بتوعد بتبدأ تقسم التأسيمات الداخلية بتاخد اشرة اوكومية اتنين ميلي والناحة التانية بتاخد اتنين ميلي اشرة اوكومية وبتاخد أشاط قولنا الأشاط دوت بيبقى كم؟ الأشاط دوت بيبقى من تمانية لواحد سنتي من تمانية لواحد سنتي طيب الدلفة دية اسمها دلفة غاطسة بنستخدم لها إيه يا جماعة؟ بنستخدم لها اسمه عقب عدل عقب عدل بيبقى عبارة عن زكر وأنسة جزء فيه نطوء وجزء بيبقى فيه البنز اللي هو بيبدأ يتحرك معنا طيب تعال نشوف الضلفة هتبقى نفس الكلام بيها تصنع من الكنتر تعال نبص على القشاط عندنا القشاط قلنا من 8 ملي ل 1 سنتي وبيبدأ التخان عندنا كلها بنقول إن هي 2 سنتي تعال نشوف مقياس العقب والرسم بتاعه العقب بتاعنا دوت الطول بتاعه من 4 إلى 5 سنتي السمك بتاعه بيبقى 8 ملي طيب الطال بيقول لي أنا بالنسبة لل8 ملي دورة هتقسمهم ازاي إنت عندك ديئة هتبقى 2 سنتي هناخد 6 ملي من فوق و6 ملي من تحت وهنبدأ نشوف المسافة المحصورة ما بين الستة فوق وستة تحت ستة وستة اتنشر يبقى باقي من العشرين ملي اللي هما الاتنين سنتي باقي 8 ملي اللي هما هيبقوا في المنتصف طيب الجزء بتاع المحور اللي هو الدليك اللي هيركة فيه هنا هيبقى قد إيه قلنا بناخد 45 45 وبنبدأ نعمل عنصر التحريك الأولاني وبناخد 45 45 عشان نعمل الجزء الخلفي للعقب وعند نقطة المنتصف بنعمل دايرة حتى الدايرة بتاعتنا بتبقى اللي هي بتاعت التخويش بتاعت المصمار بتبقى الشكل بتاعها معقول ولا هي وكل العقب كله ولا هي قليلة بحيث إن المصمار يبقى متثبت عندنا تثبيت كويس جدا طبعا دا الخطين دولت الدلفة بعد فتحها طيب عندي في المدورة في المحورية ايه تاني يا جماعة؟ عندي سؤال تاني بص السؤال بيقولك بجزء من قطاع أفك تنفيذي وضح بالرسم القاتي طريق التحريك دلفة مخدمة مع الجنب بالعقب بربة عدلة طيب إيه دا كنت بتقولي بعقب بربة عادة الأولان دي دلفة مخدمة تعالوا نبص على طريقة رسمها نفس الكلام هنا جماعة عندي التخانة بتاعتي 2 سمت 10 أكومين 2 ملي عندي هنا الأشاط قلنا هيبقى 1 سم عندي السدايب دي بتاخد 45 اللي هي تخانة 45 45 أو بتاخد 1.5 وطبعا الجزء اللي فوق دوت بنعمله عملية اختزاله بنعمله عملية ايه؟ اختزاله تمام؟ طيب العقب ده طوله قد اياه مستر العقب ده احنا قلنا العقب العادة كم؟ من 4 ل 5 سم ده من 5 ل 6 سم طيب الجزء بتاع المركز بتاعنا دوت بنعمله ازاي مستر؟ قالك الجزء بتاع المركز دوت انت بتاخد 8 ملي وبتفتح صنبة الدواير بتاعتك على القطر 8 ملي اللي موجود على صنبة الدواير او البرجل بتاعك وبتبدأ تعمل عملية المحور اللي هو الجزء بتاع الرجبة اللي احنا شايفينه دوت مع زيادة 1 أو 2 ملي اللي هي نظام المقدار بتاع الرجبة نفسها طيب هنا السهم دوت بيعمل ايه؟ السهم دوت طريقة التحريك والضرفة وهي مفتوحة خلاص يبقى هنا عندي العقب دوت قولنا من 5 ل 6 سم طبعا دي جزء مقطاع فلازم اعمل الاختزال بتاعي اللي احنا شايفينه دوت طيب انا كده خدت مخدم وخدت غاطس يبقى فاضل ايه البارز ناخد سؤال عن الضرفة البرزة بجزء من قطاع افك تنفيذي واضح بالرسم طريقة تحريك ضرفة بارزة عن الجنب بعقب برقبة ميلة يبقى كنا عقب عادة عقب برقبة عدلة عقب برقبة ميلة وهنبدأ نشوف طريقة الرسم بتاع العقب برقبة ميلة تعال نبص هنا عندي هنا جماعة التخانة بتاعة الجنب عندي هنا الضرفة اهي بارزة عن جنب العلبة والكلام ده بنشوفه بشكل كبير جدا في عملية ضلف المطبخ بتشوف الضرف المخدمة او الضرف الغطسة او في الكومودينو اللي هو في قط النوم بتشوف الضرفة الغطسة او الضرفة المخدمة طيب تعال هنا العقب هنا نسبة طول بتاعته من خمسة لستة سنتي ونسبة الميل دي بنقول عليها عشان اجيب الميل بتبقى اسمها نسبة ميل خمسة واربعين بتجيبها بالمسلس بتاعت وبتبدأ تاخدها على الزاوية دوت باستنبة الدوية طبعا تعال نبص هنا طريقة التحريك بتاعتنا الضرفة بتفتح قائم وبتبدأ تفتح بقية ال 270 بتاعت الفتح كامل طيب الضرفة اللي هي برب عدلة بتفتح 180 طيب العادة اللي هي الغطسة بتفتح 90 تمام وهنا برضو نفس الكلام بالنسبة للضرفة بالنسبة للتقسيمات مفيش اي اختلاف خالص عندنا ما بين العقب المخدمة او البرزة او الغطسة سوى طريقة التحريك اللي هو العقب سواء عادة او برجبة عدلة او برجبة ميلة تعال نبص على السؤال دوت اه ده شكل تاني لضرفة البرزة لو ابناءنا الطلبة صعبة عليهم ابو رجبة ميلة بناخد عقب كده بيبقى بنقول عليه عقب عادة ولكن فيه نسبة دوران زي ما احنا شايفين كده ده بديل للعقب ابو رجبة ميلة نفس الكلام وبنفس التحريك بتاعنا وبتاخد النص بتاع الدايرة بتاعة العقب عند نهاية الضرفة نفسها اسئلة على الضرفة الخشبية ذات الحشوات ارسم قطاع افقي لضرفة ذات الحشوات المركبة داخل مفحار بصوا جماعة ده قطعة الخشب بتاعتنا ده المفحار طيب قطعة الخشب دي تاخدها قدية مستر قطعة الخشب دي ده بنقول عليه الاين بتاع الضرفة نفسه بتبدأ ان انت تاخد دية ستة في تلاتة سنتي بتبدأ تقسم واحد 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 وبتبدأ الخط دوت بتاع الراس ده الاين وداية الراس اللي هم الخطوط بتاعتنا هبتبان معنا بتاخد نسبة ميل عندنا هنا طبعا بتسيب مكان لنسبة الميل ونسبة المفحار بيخش فيه سواء انت هتعمله غيره او هتدخله في المجرى نفسها فبتسيب خلوص اللي احنا شايفينه دوت وطبعا التشكيل اللي احنا شايفينها دي تقدر ان انت تعملها زي ما انت عايز عايز تعملها شغل جاية او مفحار او اين كان الحلية اللي انت تعملها مش هتفرق معنا تعال نشوف سؤال تاني ارسم قطاع افقي لضلفة زات الحشوات المركبة داخل افريز مع استخدام الباكتة يبقى هاخد الرسمة رقم اتنين هنا ده شكل الافريز تمام وديت الحشوة بتاعتنا والباكتة ديت هي الشكل الموجود قدامنا اللي بنبدأ نسبت به الجزء اللي هو ملوش اي حاجة تحكمه ده الافريز بتاعنا وده الشكل الدارج اللي احنا بنشوفه في الابواب عندنا بشكل كبير جدا ولكن احنا بنشغله في انجارة الاساس في الضلفة زاتة الحشوات دي حشوات طبعا كل الحشوات دي حشوات خشبية جمعا خلاص وانا طبعا نقدر ان احنا نعمل شغل جاي او مفحار او بسطوم اين كان نوع الحلية اللي انت هتعمل تعالنا ناخد سؤال تاني ارسم قطاع افقي للضلفة زاتة الحشوات المركبة لطش يعني ما فيه بقى ولا مفحار ولا فيه افريز دي هتا تبقى عندنا يا جماعة لطش اي اه دي الاين بتاعنا او لو انت هتقطع من ناحية الراس ده الاين بتاعنا لطش وركب له باكتة فوق وباكتة تحت وحط جوة الحشوة طبعا الباكتة ديت يا جماعة فيه اشكال لها كتير جدا بتقدر برضو تستخدم فيها جميع انواع الحلية سواء جاية او بسطوم او خوشخان او اين كان اللي انت هتستخدمه اه الحشوات في الضلف بتبقى موجودة في المطابق بشكل كبير جدا وموجودة عندنا كمان في قوض النوم بشكل موسع وبنقدر نشوف الكلام دوت لما بتيجي قط النوم والضرفة بعيد عن الدولاب نفسها بتبدأ لو انت عندك حاجة قديمة ممكن تقطعها وتبص على القطاع الافقي او الجانبي ليها هتلاقي ان الحشوة نفسها داخل مفحار او داخل افريز او لطش وبتبدأ الباكتة ديت بتتباع بالمتر او بالعود على حسب ما انت بتستخدمها ديت موجودة بشكل كبير جدا طبعا الحلية على حسب ما انت هتشكل الشكل بتاعت سواء جاية او بسطوم او خوشخان او اين كانت الحل مقلوبة او معدلة لاشكال كتيرة جدا للحلية اللي انت بتقدر تركب بيها الباكتة وطبعا الباكتة بنسبتها بمصمار صنارة زائد الغرة او مصمار صنارة بحيث ان انت لو الحشوة فيما بعد عايز تغيرها او كلام ده كله بتبقى لها نوع من انواع الصيانة طبعا نخش على طبعا ملحوظة ان القطاع الافقي باللون الاحمر كل دوت باللون الاحمر جماعة اسئلة على الضلف الزجاجية المنزلقة وهو الجزئية ديت مهمة جدا يا جماعة عشان بنقدر ان احنا نستخدمها في الرسم الفني تعالوا نبص السؤال بتاعنا بقولك بجزء من القطاع الجانبي جانبي يبقى باللون الازرق ارسم ضلفة زجاجية منزلقة داخل مجرى معدنية بصوا هنا ادي القرصة ده جانبي بقى جماعة بص ادي القرصة و ادي القاع ادي القرصة و ادي الايه القاع هنقول المقاسات بتاعتنا تاني المقاسات بتاعتنا ديت اتنين سنتي القشاط من تمانية لواحد سنتي السدايب قولنا خمسة واربعين ايم التخانة هنا تعالوا نبص على المجرى بتاعتنا ونعرف هي بتتعمل ازاي طبعا المجرى بتاعتنا ديت على وش الخشب محطوطة بالشكل اللي احنا شايفينه دوت بتبدأ تقسم المجرى المعدنية ديت لاما الامونيا لاما من الحديد وفي الحديث منها في منها بلاستيك متعالج معالجة كيميائية طيب تعالوا نبص المجرى بتاعتنا ديت المجرى اللي هي متحددة باللون الاسويت دوت هنلاقيها ان اتنين تمانية اتنين تمانية اتنين ديت السمك بتاع المجرى طيب انت حددت الكلام دوت على ايه يا مستر قالك ان السمك دوت ثابت عندي السمك المتغير اللي هو على حسب الازاز اللي انا هركبه طيب بالنسبة للمفحار اللي هو الجزء الفرارق دوت اللي انا قلت عليه تمانية يبقى الازاز بتاعنا كام من ستة لسبعة ملي طبعاً إنما قلت اتنين وتمانية المقصود بها إن أنا أساهل على أبناء نتطلبة إن إنت لما تيجي ترسم المجرى المعدنية ما تصعبش على نفسك الأمور وتبدأ إن إنت تخش في مليات في المسطرة فأنا بقولك اتنين وتمانية يبقى عشرة يبقى واحد سنتي وإنا اتنين وتمانية يبقى واحد سنتي وتاخد الاتنين الأخيرة ديت زي ما إحنا شايفين وبتبدأ تثبت بمسامير برمة سواء في المجرى اللي فوق أو المجرى اللي تحت طيب اللي تحت دوت إحنا بنقول عليه كاوتش أو كاوتشوك بحيث إن أنا اتضلفة المجرى المعدنية اللي فوق أو اللي تحت مجرى معدنية صلبة فعشان أركب الإزاز أنا بركبه بنسبة ميل أضغط على الكاوتش وبعد كده أسيبه وياخد حريته فبتنحصر ما بين المجرى اللي فوق طبعاً المجرى بتبقى متثبتها قبل ما بركب الإزاز الكاوتش هو اللي بضغط عليه عشان أدخل سواء الإزاز الخلفي أو الإزاز الأمامي طبعاً دوت بيتحرق الإزاز في المجرى نفسها بالشكل بيبان معايا في الأفق وبيبان معايا في الجانبي طبعاً الرسمة ديت هنطبقها دلوقتي عمل إيه عشان أبناءنا الطلبة يشوفوا هي إزاي أقدر إن أنا أقسم الشغل بتاعي وابدأ إن أنا أرسمها هنيجي هنا وهنرسم آدي الأرصة طبعاً هنرسم برنا مرصاص وابدأ أوضح الكلام دوت باللون بحيث إن إحنا يبقى باين قدامنا على الشاشة قلنا إن ديت أدي يا جماعة قلنا إن ديت 2 سنتي وياخد تحت برضو نفس الكلام 2 سنتي أهي يبقى أنا أخدت إيه 2 سنتي و2 سنتي أهم أبدأ أقفل أوشي بتاعتي أهي طيب إحنا ديت الأشاط بتاعي هنا هيبقى أشاط عادة مش أشاط مغطي على التخل نفسها طيب ما نطلع هنا نسبة الزاوية نفسها هاخد هنا 2 بعد الأشاط 2 ميليا نحاول نكبرها شوي عشان تبان معنا 2 وهاخد هنا 8 وبعد كده هاخد 2 تاني وبعد كده هاخد 8 وبعد كده هناخد 2 ميلي تاني تمام؟ طيب الارتفاع بتاع المجرى قد إيه فوق وتحت الارتفاع بتاعها هيبقى 1 سنتي هناخد 2 و1 ماشي؟ إحنا هنكبرها طبعا هناخد شكل طبيعة عشان تبان معنا بس إنت وإنت شغال ابنان الطالبة ياخدوا بالهم إن المقاسات اللي إحنا بنعملها أكبر من اللي إنت هتنفزها شوية بحيث إن إنت تبقى واضحة معي تعال هنا نفس الكلام هناخد 2 ميلي أهمة وبعد كده هنقفل الزاوية من فوق تعال هنا عشان أكمل بقية شغلي هاخد 10 أكومي 2 ميلي القطاع ده هيبقى باللون اللي إيه يا جماعة هيبقى باللون الأزرق عشان ده قطاع إيه؟ جانبي طيب ما نشتغل باللون الأزرق على طول عشان نوضح الشغل بتاعنا أهوة قادي القرصة بتاعتنا زي ما احنا شايفين قادي اللي 2 ميلي أكومي تعال هنا نفس الكلام القشاط طبعا مش داخل فيه أكومي القشاط ده بيبقى زين وبتبدأ تهشر بالشكل دوت تعال هنا إيس واحد ونص أو خد خمسة واربعين بالمثلث بتاعها طبعا القنتر بيبقى سدايب عكس بعضها تعال مع النهاية هنا اعمل اختزال اعمل إيه؟ اختزال الاختزال ده يبقى إزاي؟ أو بالشكل اللي احنا شايفينه ده طيب تعال هنا نفس اللي أنا عملته فوق هعمله تحت ونبدأ نوضح لكم نفس الكلام اتنين ميلي أكومي القنتر بتاعي أهوت اتنين ميلي أكومي من تحت هبدأ أخذ القشاط أهوت وأبدأ أقسم التخنات زي ما احنا قلنا خمسة واربعين خمسة واربعين أو واحد ونص سنتي واحد ونص سنتي ونيجي هنا واتقوم عامل اختزال برضو طيب السدايب دي مصر نعمل فيها إيه؟ السدايب اللي هي موجودة دي هنبدأ ان احنا نعملها عكس بعضها نعمل واحدة بس تبين هنعمل الشكل بتاعنا ازاي؟ والباقي الطلبة تنفذ بالورقة أو الألم أهوت زي ما احنا شايفين كده دي التهشير بتاع السدايب بتسيب واحدة وبتاخد واحدة عشان هنعمل التانية عكسها طبعا الطلبة ما تشتغلش باللون اللي أنا بالألم اللي في المصر اللي أنا شغال به دو هتشتغل بألم جاف أو ألم سنون بنركب له سن أزرق وبنبدأ نشتغل به الألم دو عشان أوضح لك بس الشكل بتاعنا ويبقى واضح قدامك لأن احنا لو اشتغلنا باللقلم التانية دي مش هتبين معنا خالص تعالي هنا أهوت دي التهشير بنقول عكس بعضها أهي اسم كونتر باللكين مسدب زي ما احنا شايفين أهوت طبعا القاع هيتعمل نفس الكلام عشان الوقت بتاعنا بس أهوت طيب ده هيبقى نفس الجزء اللي هيتعمل تحت طيب تعالي هنا يا مستر هتعمل ايه تاني اللي هعمل الجزء بتاع المجرى اهي اهي دي المجرى اهي طبعا المجرى بتتعمل باللون الاسود يا جماعة عشان اي معدنة هيتعمل معنا باللون الاسود طبعا اللي انا برسمه دوت كم يا جماعة اتنين ملي اتنين ملي اتنين ملي المجرى كلها قد ايه قلنا اتنين تمانية اتنين تمانية اتنين بنسهل عليكم عشان تقدروا تنفذوا الشغل بشكل كويس يليق بطالب امتحان دبلوم تعالي هنا اهيط ادي المجرى بتاعتنا خلصة اهيط تعالي نركب فيها الازاز بتاعنا طيب هنا بنقطع المجرى بتاعتنا تاني اهوت عشان تقفلها نفس الكلام بالنسبة لتحت تعالي نركب مصمار بقى اسم مصمار بونما بتاخد خمسة واربعين خمسة واربعين وبتنزل كده بالشكل دو وبتبدأ تديله شكل البرمة نفس الكلام بالنسبة للجزء التاني اللي فوق ديت انا زي المشقبية اللي بيخش فيها الايه المفك اهي نفس الكلام دوت هنفزه فوق يعني مصمارين دولة هنفزهم فوق خلاص اجي من هنا واقوم عامل حاجة اسمها الكاوتش الكاوتش دوت بتجيب اسطن بالدواير زي ديت وبتبدأ تنفز بيها الشغل اللي احنا انت هتشوفه دوت قادي الكاوتش يا جماعة بيبقى نص عبارة عن نص دايلة كده نص دايلة كده وببدأ ان انا اعمل له الصلاح بتاع الكاوتش اهوة طبعا الحاجات ديت بالقلم التحميل هتبقى افضل بكتير وتبقى اوضح تعال هنا وابدأ خد الازاز بتاع قادي الازاز بتسيب ملي تحريك بتسيب ملي تحريك او ناخد بالنا من التحريك الازاز ما بتجيبش الازاز بتجيبه اقل ملي او ملي ونص او اتنين ملي بكتير وهوة قادي الازاز وقادي الازاز من ناحية التانية نفس الكلام هاجي هنا اعمل برضو بدائرة مناسبة وهعمل اللفة بتاعت الازاز من تحت اهيط قادي اللفة بتاعت الازاز عشان نتعلم تشير ازاز هعملولك بالقلم الرصاص اهوت بتاخد خط كده كده متقطع خطوط متقطعة اللمعة بتاعت الازاز نفسها اهيط وبتبدأ تاخد عكسهم طبعا ديت بتبقى بالقلم التحبير بتبقى باينة اكتر من اللي احنا بنعمله دوت اهوت خطوط متقطعة بتباين التهشير بتاع الازاز اللمعة بتاعت الازاز نفسها اهوت يبقى بكده طيب تعال نكتب المقاسات بتاعتنا عشان تبقى باينة ده قلنا من 8 الى 10 ملي اللي هي 1 سنت يبقى من 8 ملي الى 10 ملي طيب ديت اشرة اكومية كم ملي اتنين ملي القنتر دوت اتنين سنت قنتر كله باشرة الاكومية طيب المجرى بتاعتنا نكتبها اتنين تمانية اتنين تمانية وتختم بالتنين اتنين تمانية اتنين تمانية اتنين طيب الازاز ده هيبقى ديه الازاز ده بيخس ملي او اقل من الملي جهة اليمين وجهة الشمال وهكذا تمام طبعا المصمور دوت قلنا بياخد 45 45 وتعمل له المشقبية بتاعته طبعا المقاسات اللي هتنا طبقناها فوق في القرصة هتتطبق في القعدة طيب كده شفنا ازاي بنرسم ضرفة زجاجية منزلقة لطش مهم جدا يا جماعة في الرسم الفني ان انت في الرسم الفني لما بيجي يطلب منك يجيب لك ضرفة زجاجية لان ما يجيبها لك داخل مفحار لان ما يجيبها لك لطش مهم جدا ان احنا نعرف الانواع بتاعتنا لان مادة العمليات بتدرس بشكل جبير جدا الاشكال بتاعة الضلف يبقى انا عندي مجرى لطش وعندي مجرى داخل مفحار وهنتعرف على السؤال بتاعها ونشوف طريقة الرسم بنفس المقاسات تاني نشوف اسئلة تانية على نوع ضرفة تانية هنبص هنا قال لي بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضرفة زجاجية منزلقة داخل مجرى معدنية غطسة يبقى دي ات كانت لطش اللي احنا نرسمها دلوقتي ايه غطسة بص عليها كده نفس الكلام ولكن انا بعدت عن الاشكال بتاعي دوت ايه من اربعة لخمسة ملي وغطستها نفس الحاجات اللي احنا نرسمناها جماعة هي هي ولكن هتدخل فين في عمق الخشب في القرصة وفي القاع بتاع الضلفة ونفس التأسيمة اللي احنا قسمناها برضو بنفس الكيفية ونفس طريقة الرسم ولكن التانية كانت على السطح ديت على وش الخشب التانية كانت على وش الخشب ديت داخل مجرى او داخل مفحار بنفحرها في قلب الخشب وبنبدأ نعمل مفحار يبقى دوت اسمه ضلفة زجاجية وانزلقة داخل مجرى معدنية غطسة يبقى دوت الغطوص دوت اللي هو المفحار ان انا بفحر الكنتر اللي عندي الاول وببدأ ان انا اسبت فيه المجرى المعدنية وببدأ ان انا برضو استخدم نظام المسامير الكاوتش برضو نفس القصة بيركب تحت بحيث ان المجرى نفسها اضعت على الكاوتش الازاز بيبدأ ان احنا ندخل الدلفة الاولانية والدلفة التانية ونفس الكيفية في نفس بطريقة الرسم ان احنا عندنا القشاط او الكنتر او قشرة الاقومية تعالي نتعرف على سؤال تاني بيقولك بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضلفة حرف اف زجاجية منزلقة ارسم ضلفة زجاجية منزلقة داخل مجرى المعدنية حرف اف تمام حرف اف طيب حرف اف اللي احنا كنا نترسمينا دي كانت حرف الو طيب تعالي نشوف حرف الاف بقى ان انا جيت هنا واستغنيت عن جنب من الاتنين ملي اللي كانوا موجودين دولة اللي هي جزء طيارته بقى ده حرف اف هو كانت تاني حرف ايه حرف اف طيب تعالي هنا القشاط القشاط هو اللي هيعوض القصة بتاعت الجزء اللي تشال القشاط دوت عندي بدأ انه هو يغطي معايا الجزء يعني نظام تعويض انه هو شال الجزء المعدني وعوض عليه بقشاط القشاط ده الارتفاع بتاعه قدي ايه من هنا الهينا بس قال ان الارتفاع بتاعه بمقدار المجرى المجرى بتاعت الارتفاع بتاعه ده ايه واحد سنط اتنين وتمانية ملي قالص يبقى اتنين وتمانية يبقى عشرة يبقى دوت الارتفاع بتاعي المطلوب اللي انا هبدأ اعمل به شغل المجرى كنا بنقول اتنين تمانية اتنين تمانية اتنين لا احنا هنقول تمانية تمانية اتنين قالص في واحد عايز هيجيه الازاز اكبر هتغير في التمانية ديت على حسب الازاز سواء اكبر او اقل نفس الكلام بالنسبة للقرصة القشاط بتاعنا نفس الكلام ولكن القشاط عندنا هنا بدأ ان هو يعمل له عملية صناعية ونقول ان القشاط بتاعنا ده بركب له حاجة زي ماها تركيبة صناعية زي الزكر القنسة او الدسرة او الصمارة بحيث ان الازاز ده لما يريح او يتكع على الجزء بتاع القشاط القشاط بتاعنا ما يتخلعش فبتدي له ضعامة ان انت تعمل له عملية لحم صناعي زي الزكر والقنسة اللي احنا شايفينه في القشاط بتاعنا القشاط اللي هو كان في الضرف اللطش كان هو نفسه القشاط نفسه لطش اما هنا بنعمل مفحار في قلب القرصة وفي قلب القاع وبنبدأ نركب القشاط بتاعنا زي ما انتو شايفين بالشكل دو طبعا القشاط بتاعنا بنقول عليه قشاط بارز اللي هو بيغطي الجزء بتاع المجرى تعالي نشوف سؤال تن بيقولك بجزء ده كلها دولة في الزجاجة يا جماعة بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضلفة زجاجية منزلقة داخل مجرى خشبية بالقرصة والقاع تاني تاني الحتة ديت بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضلفة زجاجية منزلقة داخل مجرى خشبية بالقرصة والقاع تعالي هنا اهيت قادي المجرى الخشبية بتاعتنا اهيت اللي احنا شايفينها ديت اللي احنا بنقول عليها ايه اشاط ولكن هو عمل فيها المجرى نفسها عمل مفحار اهوت وعمل مفحار في القاع خلاص ديت خشبية وديت خشبية وبدأ يركب فيها الازاز تمام اهيت ديت طبعا بنقول عليها السمك دوت 7 ملي وبعد كده بتاخد 1 سنطي عشان تدخيل الازاز اللي هو يبقى 7 ملي طبعا بتديله براح لان الازاز غير المجرى المعدنية المنزلقة تمام ونفس المقاسات بتاعتنا اللي هي الكنتر 2 سنطي بالقشاط دوت او الجزء اللي هو نعمل فيه المجرى المعدنية المجرى الخشبية هيبقى برضو نفس الكلام 2 سنطي بتخش هنا نص التخانة او تلتها المفحار بتاعنا دوت نص او تلت التخانة طبعا نازل بنسبة ميل عشان عملية حشر الازاز يبقى السؤال ده اسمه ايه؟ بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضرفة زجاجية جميل داخل مجرى مع الخشبية بالقرصة والقاعة طبعا قطاع الجانبي باللون الازرق الدولفة الخشبية لمنزلك بقى تعال بص السؤال دوت مهم جدا ونبدأ ناخد جزء جزء في السؤال بيقولك بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضرفة خشبية بواسطة سدايب بالقرصة والقاع ومفحار بالضرفة ابناءنا الطلبة ياخدوا بالهم ان الاجابة في السؤال اننا قطاع جانبي خلاص علفت ان انا هتخيل جانبي ضرفة بواسطة سدايب بالقرصة يبقى انا هعمل سدايب في القرصة خلاص والقاع يبقى السدايب هتبقى قرصة وقاع ومفحار في الضرفة يبقى انا هتتحرك عن طريق المفحار دوت واركب في الضرفة نفسها الجزء اللي يبدأ يتحرك في المفحار تعال ببصع الرسمة قادي القرصة وقادي القاع وقادي الضرفة الخشبية طبعا احنا بنعمل واحدة كونتر وواحدة خشب طبيعي بحيث ان احنا ما طلبتهاش منك ولا كونتر ولا زين بتبدأ تقولي لو كانت خشب طبيعيا هتتعمل كده ولو كانت خشب كونتر هتتعمل كده طيب تعال هنا قادي المفحار بتاعنا المفحار بتاعنا هو خلاص فقلب الضرفة نفسها ومركب سدايب ديت السدايب اللي فين في القرصة في القرصة هيك وقادي السدايب اللي في القاع ونفس الكلام بالنسبة للضرفة اللي جنبها قادي السدايب هيت متسبتة في القاع وقادي السدايب فوقها وعمل مفحار في الضرفة سواء في الكنتر او في الخشب الطبيعي قادي جماعة الشكل بتاعنا زي ما احنا شايفين وهو المفحار ولكن انا لو ركبت المفحار دوت ويه في قلب القشاط ضعف القشاط فاضطرت ان انا اعمل القشاط لحام اسمه زكر وانسة اه هو ده زكر والانسة اللي هو راكب في قلب الضرفة نفسها وهنا طبعا مش بحتاج ان انا راكب قشاط لان ده خشب طبيعي طيب المقسات دي يتقسمها ازاي ما استر قال لي طب تعالي هو دوت مش 2 سنتي قال لي اه هنقسم لو خدنا 6 و 6 12 يتفضل ايه 8 وعملنا دي ات 7 وعملنا التحريك الملي اللي هو يمين ويسار دوت طيب ما ممكن اعملها 6 6 6 يبقى 18 وفيه 2 ملي ممكن اخد ملي يمين وملي يسار اللي هو التحريك بتاعي سواء هنا او هنا بحيث ان الضرفة تبقى بتتحرك بشكل مرتاح طيب يبقى هنا نفس الكلام هنقول ان دي يتسدايب قلنا المسافات بتاعتها 45 وهنا المفحور قربناها الابناء من الطلبة انه ممكن تعملها 6 6 6 ونفس الكلام بالنسبة لي الزكر والانسة الزكر والانسة انت بتقسمها 3 اجزاء بتقسمها على 3 وبتبدأ ان انت تعمل الزكر نفسه يعني ناخد 6 و 6 والتمانية اللي هو اللحام بتاع الزكر والانسة زي ما تعود تعلمنا في سنة اولى بالنسبة للحامات خلاص؟ طيب تعالنا نخش طبعا احنا اتفقنا ان الدوت هيبقى باللون الازرق تعالنا نخش على الضلفة خشابية تانية بيقولك بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضلفة خشابية بواسطة شريط ولقم بلاستيكية بالضلفة بدأنا نخش على اللطقم المعدنية اللطقم الجاهزة بصوا جماعة دوت الشريط البلاستيكي وقادي اللقم البلاستيكية اللي بتبدأ تتحرك فيها الضلفة نفسها اهي بيبدأ يتحرك جوه مفحار برضو تمام؟ بالنسبة للضلفة الكنتر وبالنسبة للضلفة الخشب الطبيعي بصوا السؤال اللي بعده بيقولي بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضلفة خشابية تتحرك على خوصة معدني بالضلفة ديت الخوصة يا جماعة جزء معدن اللي هو بنقول عليه حديد او الامونيا او اين كان الخوصة وبتبدأ تبدأ تعمل مفحار في القرصة وفي القاع في الضلفة وفي القاع او في القرصة وي الضلفة وبتبدأ تحرك عليهم تركب تسبت القوصة وبتبدأ تعمل مفحار ويتحرك الضلفتين زي ما احنا شايفين سواء في القشب الكنتر او في القشب الطبيعي زي ما احنا شايفين كده وبتبدأ تركب الضلفة بتاعتك بعد ما تركب القشاط على طول بشكل مباشر طبعا الضلفتين دول عكس بعضهم بيتحركوا يمينا ويسار طبعا القطاع الجانبي باللون الازرق بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضلفة خشبية بينهم فواصل خشبية يبقى الضلفة خشب نفسها والفواصل اللي ما بينها هتبقى خشب تعالوا نشوف هتترسم ازاي قادي القرصة وقادي القاع عندنا قادي القرصة وقادي القاع طبعا القشاط بيمتد بمقدار علو الفواصل الخشبية تمام طيب الفواصل الخشب دوت بتثبت بايه بتثبت بمصمار بورما ما بين فايصر ما بين الضلفتين وطبعا ده بيقوم بعملية ربط للضلفة نفسها تعالوا نبص كده انا عند الفواصل الخشب دوت اعمله كلام في كامل مستر قال لي هنعمله هنا واحد سنتي في سبعة ملي طيب ممكن اعمله واحد في واحد ممكن يتعمل واحد واحد ممكن تعمل سبعة في ساعة ممكن يتعمل دي على حسب الاصول الصناعية او على حسب الفاصل الخشب اللي انت عايز تعمله طبعا بامتداد الضلفة يعني احنا لما بناخد الارتفاع دوت بامتداد الضلفة لو احنا عملنا لها منظور ده مش كتعة خشب اللي انت شايفها دي بس ده الفاصل دوت واخد من اول الضلفة لغاية اخيرة سواء الفاصل اللي فوق او الفاصل اللي تحت بيبقوا بنفس المقاس الاربع فاصل اللي احنا شايفينهم دولت الاحكام او اللي في النص الفايصل ما بين الضلفتين بيبقوا نفس المقاس مفيش زيادة ميلي ولا اقل ميلي طبعا قلنا بتسبت بالمصمار البرمة طيب القشاط دوت بنسبة البروس بتاعنا احنا قلنا ان الارتفاع دوت واخد الجنبة التخانة هي طيب الزيادة ديت ايه؟ قالك الزيادة ديت مقدار الارتفاع يعني انت لو قدت سنتي يبقى القشاط دوت هعملوا قوله 3 سنتي ليه؟ 2 سنتي القرصة و 1 سنتي اللي هو ايه؟ استدابة نفسها تمام؟ لو استدابة عملتها 7 هيبقى 2 و 7 لانه هو بيوازي نفس استدابة نفسها تاني بيقولي بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضالفة خشبية تتحرك بواسطة ظرف البلي على قطبان معدنية نشوف الرسمة ده طبعا 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 مجاهز بنبدأ ان احنا نثبت الظرف المعدني في القاع بالشكل دوت ونبدأ نعمل مفحار ونكبر عندنا القشاط بالشكل اللي انت شايفه دوت وبنبدأ نعمل ده البلي اللي بيبدأ يتحرك عليه الظرف المعدني الظرف البلي ودية القطبان ده بنقول عليه اضيب معدني ونفس الكلام بالنسبة للضالفة الخشبية العادية بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضالفة خشبية تتحرك بواسطة لقم من البلاستيك زياد الحشوات الزجاجية طبعا بنقول عليها شكل الفشر بتبدأ تاخد القشاط بتاعك وهو ده القاع وبتبدأ تعمل له التجوف اللي انت شايفه دوت وبيبدأ يخش كابس في الظرفة طبعا الظرفة دي ضالفة زيت حشوات زجاجية خلاص؟ دي حشوة زياز طبعا ده حشوة داخل افريز اللي يهمنا الجزء اللي تحت اللي احنا شايفينه ده الضلفة السكرتيرة الضلفة السكرتيرة دي يا جماعة من الضلفة المهمة جدا اللي لازم نبقى لنا رؤية فيها ولازم ان احنا نشوف ان الضلفة السكرتيرة ليها وظيفة كبيرة جدا معنا وتعالى نعرف الضلفة السكرتيرة هنرسمها ازاي اللي بجزء من قطاع تنفيذي ارسم قطاع جانبي يوضح تحريك دالفة السكرتيرة تتحرك بعقب عادة وترتكز اسفل الرف طبعا عندنا هنا الدالفة اللي قادي الرف وقادي القاع وقادي العقب العادة اللي احنا بنبدأ نحرك به او محمر تحريك الدالفة السكرتيرة قادي الدالفة الصورة بتاعتها وقادي الاصل بتاعنا عندنا بترتكز اسفل القرصة اسفل القاع وقادي هنا ديت الصدادة بنعملها واحد في واحد او نص في نص على حسب الاصول الصناعية العقب قولنا ان احنا بنعمل العقب دوت من 8 ملي السمك بتاعه طول العقب كله من 3 من 4 ل 5 سنتي زي ما احنا درستناه في الضرف المحورية تعالي نشوف سؤال تاني قال لي بجزء من قطاع تنفيذي قطاع رأس تنفيذي ارسم قطاع جانبي قطاع جانبي يوضح تحريك دالفة السكرتيرة تتحرك بمفصلة وترتكز اسفل الرف نفس الكلام ولكن هنبدل العقب بمفصلة تعالي نشوف سؤال تاني على الضرف السكرتيرة قال لي بجزء من قطاع تنفيذي ارسم قطاع جانبي يوضح تحريك دالفة السكرتيرة تتحرك بمفصلة وزراع معدني ربع دايرة تعالي نبص على الرسمة بتاعتنا قادي الضرفة نفسها ماشي بتفتح وده الزراع المعدني بنقول عليه ايه ربع دايرة ودية المفصلة بتاعتنا دية اللي بتساعد على التحريك ودوة نهاية المطاف بتاع الضرفة نفسها تمام وقادي جنب العلبة اللي بتثبت فيه لابزين ده بنشوفه بشكل كبير جدا فيه الدواليب وبنشوفه فيه الشبابيك بشكل ملحوظ طيب تعالي نشوف اخر حاجة في الضرفة السكرتيرة بقولي بجزء من قطاع تنفيذي ارسم قطاع جانبي يوضح ضلفة سكرتيرة تتحرك بمفصلة وزراع معدني مستقيم بدل ما كان زراع معدني نص دايرة هيبقى زراع معدني مستقيم النهاردة جماعة اتكلمنا على الضرف في شكل كبير جدا وعرفنا ازاي السؤال بيجي وازاي حضرتك بيتجاوب عليه الرضاق من ابنائنا الطلبة ان الورقة والقلم وان انت تبدأ تضرب ايديك مرة واثنين وتلاتة وتشوف الحاجات دي في الطبيعة لو انت عندك دخلت المطبخ بص المستر شرحل النهاردة الضرفة المحورية ابص هي متركبة بعقب ولا متركبة هي غطة الاول ولا بارسة ولا مخدمة وابدأ اشوف لو انا عندي نوع واحد ابدأ اشوف الكوميدينو هتلاقي فيه نوع تاني ابنائنا الطلبة هيلحظوا ان فيه كذا اختلاف او كذا نوع عنده في البيت هو بيستخدمه طول السين ديت ولكن احنا من خلال دراستنا بنوضح له ان ديت ده نوع وده وتنوع وده وتنوع وده ليه عمليات صناعية وده ليه عمليات صناعية وده ليه اكسسورات وادوات بنقدر ان احنا نستخدمها زي العقب العادة وبرقبة عدلة وبرقبة ميلة اما المفصلات فعندنا اشكال كتيرة جدا وبتهتم بها مادة الخامات لما نجي ندرس باب الخردوات هنقدر ان احنا نعرف المادة العمليات دي بتستعين بكل بمادة المعدات او مادة الخامات في الشغل بتاعنا مع اطيب التمانيات لكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته